في سورة التوبة في الآية الثالثة والعشرين والتي بعدها آيتان مهمتان دققوا معي وتدبروا في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان والكفر هو الكفر ببيعة الغدير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الآية التي بعدها قل إن كان آباءكم وأبناءكم حتى لو كانوا من المؤمنين الآية السابقة تتحدث عنهم إن كانوا من الكافرين دققوا النظر معي الآية 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 الثالثة والعشرون من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان هؤلاء كافرون ببيعة الغدير إما على طريقة كفر سقيفة بني ساعدة وإما على طريقة كفر سقيفة بني طوسي وكفر سقيفة بني طوسي ألعن الإمام الصادق يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى كما في رواية التقليد أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ لأنهم كفروا ببيعة الغدير هذا ما بينه إمام زماننا في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم هذا القطاب لمراجع الشيعة ولزعماء الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون العهد المأخوذ بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني نقضوها كفروا بها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون هذا إذا كفروا لكن لو كانوا على الإيمان قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها حلالا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد ما هو بشخص إنما هو شأن من الشؤون الفرعية لرسول الله فما بالكم بعلي وفاطمة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ومراجع النجف لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لعلي وآل علي وقد قرأت ذلك عليكم الخوئي السيستاني والبقية لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد ماذا تقول هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وكانوا من المؤمنين وأموال اقترفتموها حلالا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا هو المنطق النوري في القرآن الذين يجعلون الاهتمام لعوائلهم ولأقربائهم ولشؤونهم الشخصية ولأموالهم يجعلون الأولوية في الاهتمام لهذه العناوين ويؤخرون الاهتمام بشؤون إمام زمانهم الله يقول لهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا الخطاب خطاب لأناس قد سلب منهم التوفيق ثم ماذا تقول الآية في آخر الأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا تفسيق من الله وليس من مرجع لمرجع مثل ما يفعل المراجع الأغبياء في النجف وكربلاء يفسق بعضهم بعضا تارة هذا التفسيق يكون علنيا وكتبيا وأخرى يكون شفهيا تارة يكون معلنا وتارة يكون سريا يحمسون به همسا وينتشر بين الناس عبر التأريخ منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يفسق بعضهم بعضا لأجل المناصب والأموال ولأجل قذاراتهم التي يتحدثون بها ويتحدثون عنها بنص هذه الآية المراجع المراجع الذين لا يحبون محمدا وآل محمد حبه شديدا فاسقون الذين يرشدون الشيعة إليهم ويصدرون الفتاوى بجواز التقليد هؤلاء أفسق منهم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي